بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الفل على حضاراتكم أخبار جديدة وكواليس جديدة النهاردة في الأشبال هنبتديها دلوقتي في الأيام الأخيرة شفنا دعم كبير قوي من جماهير الأهل العظيمة للأسطورة الكابتن محمود الخطيب ولما نقول أسطورة يبقى أسطورة بأخلاقه بتاريخه المشرف اللي دايما بيفخر بيه كل الأهلوية كابتن محمود الخطيب الأسطورة وبنكررها آه فيه ناس بتزعل من كلمة أسطورة لكن ده الرمز الكبير اللي بنفتخر بيه كلنا كأهلوية علشان الأهلوية كلهم عارفين الراجل ده بيتعب قد إيه وبيخلص قد إيه للأهلي الخطيب مش محتاج كلام لأن الناس كلها عرفاء مواقف الخطيب واضحة للكل مشوار الخطيب من يوم ما ابتدى في النادي الأهلي كله إنجازات حياة الخطيب بدون علامات سودة قلب الخطيب كله خير وحب للناس بدون تكبر أو رياء إخلاص الخطيب للأهلي شاهد عليه أجيال وراء أجيال عشق الخطيب للفانيلا الحمرة مش محتاج مزايدات تأدير الخطيب للجمهور حديث كل الناس هو ده الخطيب هو ده الكابتن محمود الخطيب النجم والإنسان الخطيب اللي كان ولا يزال شريك أساسي في كل إنجازات الأهلي في مناصب مختلفة والتاريخ مش ممكن ينسى لأن دولابن البطولات الأهلي في عشر بطولات دوري أبطال أفريقيا كان الكابتن محمود الخطيب شريك أساسي في العشر بطولات كاملة وهو كان لاعب وهو عضو مجلس إدارة وهو أمين صندوق وهو نائب رئيس النادي الأهلي ثم دلوقتي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الخطيب اللي أدم فنون كروية هتفضل في زاكرة الجمهور طول الوقت هو نفسه الخطيب اللي قاد الأهلي في أصعب المواقف وعد بالأهلي من أصعب الاختبارات وكلنا كنا شاهدين في الأربع خمس سنين اللي فاتوا ما ده الصعوبات اللي وجهت النادي الأهلي وشفنا الكابتن محمود الخطيب ومجلسه قدروا إزاي يعد الصعاب دي وده كان درس يتعلم منه كل الجماهير إزاي النادي الأهلي بيقاد بالمجلس المحترم برئاسة الكابتن محمود الخطيب عشان كل ده جمهور الأهلي بيقول للخطيب لن تسير وحدك أبداً يا بيبو أما عن أخلاق الخطيب فده يحتاج حلقات وحلقات عرفت الكابتن محمود الخطيب من سنين طويلة عمره عمري ما شفته بيجرح في حد عمري ما شفته بيخرج على النص حتى في أصعب الظروف ودايماً الإنسان معدنه بيظهر في أصعب الظروف عمره ما رد على المتطولين بطريقتهم هو أخلاقه كده وتربى على كده أفتكر كويس لما كان بيحكي عن تربية والده ليه وإنه كان بيقوله اوعد ترد الإساءة بالإساءة تعالوا نشوف مع بعض فيديو بيحكي فيه الكابتن محمود الخطيب إزاي نصايح والده كانت مهمة جداً بالنسبة له فيه واحد كان حقيقة ابتدي يعني من الفريق اللي كان يلعب ضد يعني ابتدي يعني بيشتني فيه يشتيمة بقى بألفاظها كانت بالنسبة لي صعبة شوية فالمهم رجعت البيت مدق جداً فجيب أبايا بقى والد جيب الليل ملكه وبتاعه مهم عارف القصة يعني فخدني وعندنا بقى قدة الصالون يعني خدني جوا وأفرعي وكان دايما اللي محب ينصح حد فينا بياخدوا كده لوحده ويتكلم معا فالمهم خدني بقى وقال لي محمود أنا عايزك لما حاسنا متضايق وبفكر إننا تاني يوم لقلت لأختي يعني إن أنا تانيما أروح أتخاني معا فقال لي أنا محمود أنا عايزك عايز أديك نصيح يا ابني كلهم بأخلاقه فإنت النهاردة بأخلاقك إنت مش بأخلاق الراجل يعني حتى يعني مش مزبط إنت إليك أخلاق معينة فإنت تعامل بأخلاقك إنت مش بأخلاق الإنسان اللي ممكن يتعد عليك بحاجة فإنت خليك إنت بأسلوبك إنت بشخصيتك إنت بتربيةك إنت أحسن فده يمكن الحقيقة من الحاجات اللي خلتني الغازة النهاردة يعني الحمد لله رب العميم ما معرفش حتى أقول كلمة يعني خارجة ترجمة نانسي قنقر